اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان القراءة نعمة اوصى بها رب العباد اقرأ فان العلم مثلا في الصبح من بعد السواد اقرأ وجاهد واغتنم وطلب من الله السداد العمر ايام وتاريخ يرافق من اراد من اراد وعي تعانق باستهاد والله اكرمه وجاد والامنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باستهاد والله اكرمه وجاد والامنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الرماد فازرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الرماد فازرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد حتما سترقى امة كان الكتاب لها عماد ويزيد وهج الكون علما حين تحضنه الايات الايات وعي تعانق باستهاد والله اكرمه وجاد والامنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باستهاد والله اكرمه وجاد والامنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد ان القراءة نعمة اوصى بها رب العباد اقرأ فان العلم مثل الصبح من بعد السواد ان القراءة نعمة اوصى بها رب العباد اقرأ فان العلم مثل الصبح من بعد السواد اقرأ وجاهد واغتنم وطلب من الله السداد العمر ايام وتاريخ يرافق من اراد من اراد وعي تعانق باستهاد والله اكرمه وجاد والامنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باستهاد والله اكرمه وجاد والامنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الرامات فازرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد حتما سترقى أمة كان الكتاب لها عمات ويزيد وهج الكون علما حين تحضنه الايات الايات موسيقى موسيقى وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد اقرأ وجاهد واغتنم وطلب من الله السداد العمر أيام وتاريخ يرافق من أراد من أراد وعي تعانق باجتهاد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد نشر الثقافة غاية شكرا